بحفظ الرأي العام قالت أن حزب الحرية الآن حصل في آخر طبعاً بحفظ الرأي على 27.2% حزب الشعب والSBO ما دون الـ 25% وجميعنا يعرف من يتابع الانتخابات السابقة والاستطلاعات الرأي استطلاعات الرأي في النمسا مصيبة يعني تصيب عفوا ليست مصيبة تصيب في أسوأ الحالات 80 إلى 90% برأيك حزب الـ SBO الحزب الاشتراكي أين هو اليوم؟ في البداية شكراً على الموضوع المهم وخصوصاً أنه الانتخابات قادمة وبتلعب دور كبير جداً في تحديد مصائر الكثيرين والكثيرات طبعاً الـ SBO من آخر مرة كان في تاريخ تقريباً من 1974 إلى 1983 كان حقق حزب الـ SBO يعني عبر كرايسكي كانت له الأقلبية لكن معروف أنه الأقلبية تقريباً يعني من بعد الحرب العالمية الأولى يعني كان في حزب واحد اللي هو الأوفا بي اللي هو برضو يعني أيضاً فغد الكثير لأن حزب الـ SBO قادر إلعب على كثير من المحاور اللي ممكن يعني اهتم بقضايا للأسف يعني من المفترض أنه اليسار أنا سأتكلم عن اليسار بشكل عام لأن اليسار الآن هو إذا فهز في فرنسا وفي بريطانيا ممكن إحنا نحلم يعني أنه يكون القوة والقلبة لليسار بيظل هو حلم لكن إلى أي مدى نعتقد أنه البلعب دور كبير في المسألة هي البرنامج الانتخابي يعني البرنامج الانتخابي البرنامج الانتخابي لأي مدى بيخاطب اللي في قضايا أساسية بيشتغل عليها الـ FBO كثير جداً اللي هي منها ملف الهجرة منها الملف بتاع المناخ منها الملف بتاع الخاص بكثير من المهمشين لكن حسب وجهات نظره يعني المهمشين ممكن يتكلم عن كبار السن أكثر مما يركز مثلاً على المهمشين من المهاجرين والمهاجرات أنا بعتقد أنه الـ SPO واليسار عموماً عندهم الفرصة لكن بعتقد أنه دي مرتبطة بالبرنامج الانتخابي اللي حيتم طرح هي موضوع بالبرنامج الانتخابي السادس رفعة هل تتفق على أن فعلاً النمساوي اليوم يعني ينتخب أو يشارك أو يساهم بالانتخابات بناءً على البرنامج الانتخابي أما زال الخطاب الشعبوي إن كان من اليمين أو اليسار أو الأزمات السياسية المستوردة إلى النمسا مثل كورونا أوكرانيا هل هي ما تؤثر على الناخب النمساوي اليوم؟ السادس رفعة أهلاً وسهلا بك طبعاً بالبداية شكراً لك تعالى الاهتمام هذا طبعاً لازم نفهم أنه الأحزاب الاشتراكية بأوروبا كيف بلشت هذه مهمة كانت بالبداية نقابات عمالية الثورة الصناعية أفرزت برجوازية صناعية وبرجوازية تجارية ما اهتموا بحقوق العمال في نهاية القرن التاسع عشر كانوا العمال مظلومين ما عندهم عدالة اجتماعية ما في ضمان صحي ما في جور منخفضة فالنقابات هذه تشكلت تشكلت النقابات تشكلت النقابات وبعد قرروا للنقابات أنه يدخلوا العمل السياسي شكلوا الأحزاب الاشتراكية يلي هي اسمها اليوم ولكن بالبداية كانت كلها عمالية أنا بركز على العمال لأنه أوروبا دولة صناعية عرفت كيف أكسرية العمال كانوا خاصة بعد الثورة الصناعية هيك تطورت الأحزاب الاشتراكية في البداية كانوا ضد البرجوازية هدولي عرفت كيف في القرن الماضي في القرن الماضي بالسبعينات بالثمانينات بالستينات جماعة تغيروا بغرب أوروبا شرق أوروبا كان شيوعي غرب أوروبا اشتراكية رأسمالية عرفت كيف عمال وتكنولوجيا ومعامل وإلى آخره هذا أدى أنه الأحزاب الاشتراكية العمالية بأوروبا غيروا تفكيرهم عرفت كيف تقربوا من البرجوازية واستوعبوا هي الطبقة البرجوازية عرفت كيف حتى يوسعوا يوسعوا قاعدة المنتخبين لإلهم اللي ينتخبوهم ما فقط عمال وسعوا أكتر عرفت كيف ما عدا الفلاحين الفلاحين موضوع آخر والزراعة والريف هذا أحزاب حزب الشعب الأوروبي عرفت كيف بتبنى الزراعة والفلاحين مهم هؤلاء في المرحلة هذي كانوا أكسرية بأوروبا مثل ما قالت السيدة هنا بعد الحرب التانية عرفت كيف بالستينيات سبعينات كانوا أكسرية وكانوا يعملوا حكومة لوحدهم بدون حكومة اندماج عرفت كيف سقط الاتحاد السوفيتي إن فتحت أوروبا بعدها تحشت الهجرات زادت الهجرات صارت عقل شعبوي يعني حتى اللي كانوا ينتخبوا الأحزاب الاشتراكية عرفت كيف عندما شافوا هذه الهجرات اللي تحشت على غرب أوروبا من شرق أوروبا والعالم التالي تم صعود الشعبوية اللي بيحكوا عنه هيدا أنا بيعتبرها يمينية فوضوية عرفت كيف هؤلاء شو عملوا أخذوا نسبة كبيرة من أصوات الاشتراكيين عرفت كيف ما بأس كانوا أكسرية وبعدين التجأوا للحكومات الاندماجية بين حزب الشعب وحزب الاشتراكي عرفت كيف حاليا عنا ثلاث مشاكل مثل ما قلت انت كورونا حرب أوكرانيا الغلاء الفاحش والمساعدات الغربية لأوكرانيا الجنونية هذه أثرت على الفكر الطبقة الوسطى عرفت كيف هذا الغلاء الفاحش اللي صار من 2022 إلى اليوم بسبب حرب أوكرانيا ما زى حدث هذا الناخب بده يعاقب القاعب السلطة يعني عرفت كيف مع أنه كل يطن طبقة عمالية كلهم طبقة وسطة هدولي عرفت كيف خلال 30 سنة الأخيرة الأحزاب الاشتراكية العمالية بأوروبا خسرتهم راقدين وراء الأحزاب اليمينية الفوضوية عرفت كيف قديش هلأ الحزب الاشتراكي النمساوي عنده فرصة ولكن لا أعتقد عنده هاي الفرصة الكبيرة عرفت كيف هل تتفق مع الدكتورة أشراقه أنه فعلا أنه حتى اليوم يعني الانتخابات خاصة حزب الاس بيو أنه بناء على برنامج الانتخاب يعني على سبيل المثال بيهم نعم طأسعص هذا عرفت كيف وأثر عليهم لا أعتقد الناخب النمساوي بها الانتخابات هذي حيقع تحت تأثير برنامج الأحزاب ما بيهموا كل برنامج الأحزاب عرفت كيف عنده هدف واحد بده يعاقب هذا القاعب السلطة وعاقبه ما شفناه حتى لو على حساب عودة اليمين اللي هو يعني بال2017 ما بيهمون ما بيهمون يعني هيك التركيب النفسي للناخب أنا شايفون عرفت كيف بده يعاقب هذا القاعب السلطة حتى هلأ لنفض الحزب الاشتراكي حاكم بالنفسك كونه هيعاقبه الحزب الاشتراكي هلأ اللي مسلم السلطة حزب الشعب لذلك عاقبوه عرفت كيف بالانتخابات البرنامان الأوروبي وهذا الوعي الفرنسي والوعي البريطاني يختلف عن الوعي رح نيجي لهاي النقطة